الله يبركاته ازيكم يا شباب النهاردة ان شاء الله هنشرح شابتر ويمكن من ارخم الشابات الشوية اللي موجودة في الاطفال شابتر الجلوس عند هو شابتر فيه ارقام كتير جدا ولازم نبقى مركزين جدا ونحن بنذاكر ولازم نشغل طاقة الحفظ واقع عندنا المتحانات كلها بتبقى متغرقة في الشابتر ده سأريت ان حتى في المتحانات العملي والشافوي بتتسائل برضه في الارقام اللي موجودة في الشابتر ده بنا مساكي ص lane ونركز وأزي كنت بتسمعني في الاول الق Denmark في his modules اول الفترة اللي انت بتسمعني فيه هي تسمعني دلوقتي وبعد تمام دليامتلا عشان المعلومات كلها تبجز من في المخك لانها معلومات مهمة جدا وكلها تتكلم في الامتحانات وانا برضو بحضاء مeilثين واحد واحدة سقولك الحاجات المهمة وهو الحاجات اللي انت مش متحتاج تركز عليها قوي طيب بر'll surely we start the done نعرف الايتمز اللي احنا هنتكلم فيها. هنبدأ اول نتكلم على سام ديفينيشن زي كده عن الموضوع. بعد كده هنتكلم عن عن الجروس بقى الاول. ابدأ هنتكلم عن الويت والنينس والهيت ساركم فرانس والانتيرو والتيث بقى كده هنتكلم عن 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 الاتشارتز بقى اللي احنا الحكايت اللي احنا بنستخدمها عشان ايز بيها اه التطور بتاع الطفل ده سواء على المستوى الجروس على المستوى الديفيلومنت. نتكلم زي منتكلم على الوجين والفصول والسوشال والهيرينج عنه. وهي الهيرينج عن لانجوج. لهي الوجين يا الوجين على الوجين. لهم مع الغيرينج المستوى الوجين. وهؤخري نتكلم على الabмов ، الزيب أكبر نبدأ عن فى الموضوع عل طول. بباركة عذيت نعرف اييه الجروس دي عبارة عن بالمغرب الاج وحد were to your people ? الجروس عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكبر بتاع الحاجة الظاهرية اللي انت شايفها بعينيك. زي الويت. زي الهيط. زي كلمة عبارة عن كلمة عبارة عن تطور الاعضاء الداخليها في الجسم. بحس ان هي تقدي بتاعتها. ده معنى. يعني الجرس معناها ايه الجرس ان هو التطور الظاهري بتاع الجسم. الطول والوزن والحاجات دي كلها. اما هو التطور الداخلي للجسم اللي هو تطور عشان تقدي الوظائف اللي سكيلز بتاعتها. بعد عن المهم جداً عشان تجمي على عندنا استيجز حاجات 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 ستيتش حاجة في بطن الام. طفل هو هو في بطن الام اسمه ايه? ولما يخرج برة في الشارع ايه? هوي في بطن الام في اول في اول ثلاث شهور من الحامل بيبقى اسمه امبيريو. بعد كده في السكن جير في الفات يبقى اسمه فييه وتس والحيطة دي مهمة. وعد كده لما الطفل يخرج برة في الشارع عندي اول حاجة ويدي اول اربع شهور اول ما الطفل يتهل اول اربع شهور سمامه بعد كده يسمى انفانتال بريود انفانتال بريود ده فيها فيها باتيسم الحاجتين و الليات انفانسي هو من بعد اربع اصابيه انفانسي لحد السنة الاول. اول سنة من السنة يعني. con terms السنة هذا الزيそれでencesة. بعد كده الطفل بيت. بعد ما يخلص итال الاسخ وانفانتال. واخشه في طفل كبير شوية. طفل قبل ما يخش المدرسة من ثلاث لخماس سنين اسمه. بعد ما يخش المدرسة من ستة انترة سنة اولا عنده كم سنة عن ستة سنين. امتا والطفل عن ستة سنين بيخش المدرسة او عنده سنة او هو هو اصدف بيخش سنة اولا وعنه ستة سنين. ستة لتناشر سنة. بعدها بقى من اتناشر سنة لحد سنة ترونتاشوار سنة. يبقى في الجروس تاني قبل ما نكمل. حاجاته الطفل في بطن امه ياما ام طيب لما يخرج برة. عندي اول حاجة ان دي كام? صح اول اربعة اسابيع من اللايف. واكدري بحاجة اسمها في اول سنة من اللايف. في من كام? ده السنة تقنية من اللايف. واكدري قبل ما يخش المدرسة من تلات لخمس سنين. بعد ما يخش المدرسة من ست لاتناشر السنة. اخيرا اوارع عن كام من اتناشر لتمنتاشر سنة. بقى كانت تعالى تكلمني بقى عن نبدأ نتكلم على واحدة واحدة بقى الويت نتكلم على حاجات كتير جدا كده نبدأ نتكلم عنها ولكن واحدة واحدة هي سهلة وانا هستطيعها لك خلص ببساطة جدا ما تقلقش. اول حاجة نتكلم عنها الويت. الويت هو اهم حاجة في كل اللي احنا قلنا ده. اهم برامتر تعرف منه الجرث هو الويت. عشان كده دائما تدعى عند الدكتور الاطفال الميزان. اول ما الطفل يخش له تعامل نحطك على الميزان. اول حاجة نشوف التطور بتاعك والنمو بتاعك عمل ايه? في اول حاجة مهمة في الجرث هو الويت. مهم جدا انتعرف ان الطفل اول ما يتولد بيبقى بيبقى الوزن بتاعه ثلاثة كيلو جرام. وده رقم اهم رقم في الايه? في الويت. انه الطفل اول ما يتولد بيبقى وزنه كام? ثلاثة كيلو جرام. بيبدأ يزيد في الوزن بقى بيزيد سلعمائة وخمسين جرام كل شهر في اول اربع شهور. وبعدين بيزيد خمسمائة جرام كل شهر في الاربع شهر بعده. يلعنى سبhingمائه وخمسين. خمسمية آآ متين وخمسين. التفل بتضعف الوي Ponot عند اربع شهور. وبيوصل لتلات اضعف اضعف الوزن عند سنة. يبقى التفل بيضعف عطاها عند كم? عند اربع الشهور? بيوصل لتلات اضعاف وزنه عند كم? عند سنة? اكيد عند اربع شهور تضعف وزنه? انه بيزى آآ سبمائه وخمسين جرام فهيتضعف وزنه عند كام عند ربع شهور? تمام. اخيرا بقى لما تكون لما يجلك سؤال في الامتحان يقول لك احسب لي لو هو الطفل في السنة الاولانية لسه عشان احسب وزن الطفل في اول سنة بعمل الحكاية دي بعمل دي ان بيسوي زائد تسعة على اتنين. الويت بيسوي كام بالشهور زائد تسعة على اتنين. طب بعد سنة الويت بيسوي كام عشان احسب وزن الطفل بعد سنة بعمل المعادلة دي. الويت بيسوي في اتنين زائد رقم تمانية. زائد تمانية. يبقى الويت بيسوي في اتنين زائد تمانية. ومشي بقى واحدة واحدة كده لو جالك اي سؤال في الامتحان هتحفظ المعادلة دول بس تعرف ان الويت عند عند البرث كام اربعة اه تلاتة كيلو جرام. بعد كده لو جالك اي مسألة في الامتحان تعرف تحسب الويت على طول. لو جالك في السنة الاولانية يبقى الويت بيسوي في زائد تسعة على اتنين. لو جالك بعد السنة يبقى الويت بيساوي في تنين زائد تمانية. طيب اللي بقى اتكلمنا على الويت عارفنا ان يويت اهم برامتة للجروف. عند البرس تلاتة كيلو جرام. بيزيد سممية وخمسين جرام كل شعر باول تلاتة في اول اربع شهور. وعاكنا خمسمية وعاكنا متنون وخمسين. عارفنا ان الطفل بيضعف وزنه عند اربع شهور. احفظ ريخم ده كويس جدا. بيضعف وزنه عند كام عند اربع شهور. يبقى ام حاجة بيضعف وزنه عند كام عند اربع شهور. عشان نحسب وزنه الطفل في اول سنة بعمل ايه? الويت بيساوي زائد تسعة على اتنين. بعد سنة في اتنين زائد تمانية. تمام جدا. كده خلصنا الويت. شوف سهل ازاي خالص ازاي. بعدها نخش على الهيط واللنس. ايه الفرق من الهيط والهيط? اللنس بيس طول الطفل وهو نايم. الهيط بيس هو واقف. امتى قيس اللنس? اكيد قبل ما الطفل يقف. قبل ما الطفل سمى على طول كده. قبل سنتين. طيب الهيط امتى? الهيط معناه ايه الهيط? ان الطفل بنقيس طوله الطفل هو وقف. ده بيتقاس امتى? في الفترة ما بعد السنتين. لما الطفل يبدأ يقف كويس. بعد السنتين. عشان بس ما تنساهش. طيب. بقولك ان في الطبيعي جدا اللين ساكتر من الهيط. الطفل هو نايم بيبقى طول من هو وقف. ليه? عشان الطفل هو وقف بيحصل للمسل. لما يحصل للمسل الهيط بتضغط. فلما الهيط بتضغط الهيط بيقل شوية بحوالي نصف سنتي عن اللينس. فهمت ليه? ليه الهيط قلي دمع من اللينس بنصف سنتي? عشان الطفل هو وقف. بيحصل للمسل. المسل اللي ما يحصل فيها بيحصل بيحصل ديق للجوينتس بيسس دي. فايه? فالهيط يقل شوية. طيب. بحدي دي مهمة ممكن تيجي سؤال مثلا في الريتن. طيب. بأعجاب بقولك ان عند البيرس كام خمسين سنتي. الطفل اول ما يتولد بيبقى طوله كام خمسين سنتي. الطفل اول ما يتولد بي طوله كم? خمسين سنتيه. طيب بعد سنة بيبقى خمسة quyبل سبعين سنتيه. مش مهم ما اول خمسة سبعين سنتيه? خلناه في الخمسين سنتي. اول ما يتولد بيبقى كام? خمسين سنتيه. اقولك بقى تحسبها زية اساسا? ووجات كده بيقولك عند لو. من بعد بقى من سنة لي لتنشر سلا بنحسب المعادلة بتاعت الطول ازاي بيقولك بقى يا سيدي ان هايت بيسوي الـ! começo ستة زائد سبعة وسبعةين تلات معادلات عندنا لحد دلوقتي أول حاجة لمعادلة الوزني في السنة الاولانية بعد prose نحنة بعد سنة بعد سنة بعد الزيو من سن 2 إلى 12 سنة ستة زائد سبعة وسبعة Hoff Z نحنا في النعم بتاعنا نحمي لمndeة مسألة في الامتحان عندما نحن نحسس Grass لكنronsaw Ham فاجibe 6 زائد سبعة وسبعةarr سهلة جدا لو قمنا بقلع شيقا طيب بيقولك ان الطفل بيضاعف طوله عند أربعة سنين. Иرجع معي بصذكرة كده الطفل بيضاعف وزنه عند كم? عند أربعة شهور شهر. يبقى الطفل بيضعف وزنه عند أربعة شهور. وبيضاعف طوله عند كم؟ عند أربعة سنين. تانية تانية كده بسرعة كده. الطفل اول ما يتولى بيبقى الوزنه كام? تلاتة كيلو جرار. طوله كام? خمسين سمتي. الطفل بيضعف وزنه عند كام? عند اربع شهور. بيضعف طوله عند كام? عند اربع سنين. كده ما فيش اي مشاكل لحد الوقت. اهم برامة للجروس هو الويت صح. الا امتى اس اللينس وامتى اس الهايت? اللينس قبل سنتين. والهايت لما الطفل يبدأ يقف كويس ويبقى كويس ويصلب طوله كده بعد سنتين. حلو جدا دايما اللينس اطول ما الهايت ليه عشان يقف للمسل. الجوينت بيضبط ايه? فيحصل ايه? فيحصل ان اللينس اطول مرهايت بنصف سنتي. خلاص كده كده احنا خلصنا الحتة الارانية الاساسية. تعالي ليبقى بعد كده اخش على ده بيجيب المزورة وحطها حوالين الايه? حوالين الراس من فوق كده. وشوف دي الحاجة اللي بايز بيها مدى تطور البرين او مدى كبر البرين في الحجم. عند بيبقى حوالي كام? خمسة وتلاتين سنة. احنا قلنا ايه? الويت بيبقى ثلاثة كيلو جرام. يعني فيها رقم ثلاثة. والهيط بيبقى خمسين صنة. يعني فيها رقم خمسة. تعال حط رقم ثلاثة ع obecة عام عام خمسة يبقى rehev 35 صنة. ركز معي ومتهش ومتسرحش. دل الوقات احنا قلنا الويت ثلاثة كيلو جرام عند البرس. الهيط عند البيرس خمسين صنة. فيها في رقم ثلاثة عرج رقم خمسة. حطواهم مع بعض يبقى 35 سنتي هو يزيد اثنين سنتيو كل شهر في اول تلتي شهور ثلاثة سنتيو كلّ شهر في النكس سنتيو كلّ شهر في لك 16 شهور الحلية يزيد دائرة بيزيد 12 سنتيو في اول سنة ということ . . . بتعف ر coins خلال كماud يعطي arriver ويتكبر طول الكبر خلال اول سنة الخحيات والاكبر اكبر بايكبر الود في أول سنة من stream ، وبقاط 핑ير GHz 8 سنتيرة بتبقى اول سنة من stream عضي embro multiplayer، للان باللو نهاتي. يمكن هناك دوالوقتي، طيب، دوالوقتي استثrate bersin ان النبات عند أن الهضفر كلفانس مع الفرس 35 ونس áفر ه correlated with the brain for growth. طيب باقي علينا أن نكلم مع الأرقام بقى. عند البارس 35 وкв haircut سنتي خلينا نحتموه لهم مفقإن نبدو أن نتكلم معهم. أن نحفظ ثلاث أرقام عال السين الأولى عند البرس 35 سنتي. عند خمس منóm 50 سنتي خمسة متسائل غريب كهذا. عند خمس سنين 50 سنتي عند من الخمس سنين 55 سنتي. عند البرس 35 سنتي عند الخمس سنين 50 سنتي عند الفشر ن bang الخمس دفعة wraps 55 لبلس. بعد كده هنتكلم عندي البرس قلنا 35 سنتي عن ست شهور هنزود تمانية هيبقى كام 43 سنتي عن سنة هنزود نص التمانية هيبقى اربعة يبقى كام يبقى 47 سنتي عندي ثلاث سنين تمانية واربعين سنتي يبقى عند البرسة 35 سنتي ست شهور وسنة وثلاث سنين تلاتة واربعين سبعة واربعين تمانية واربعين عندي البرسة 35 سنتي ست شهور سنة ثلاث سنين تلاتة واربعين سبعة واربعين تمانية واربعين قلنا عندي خمس سنين كم؟ خمس سنطيل يبقى بعد تمان سنين اتنين وخمسين سنطيل البعض خمسين يبقى اتنين وخمسين سنطيل عند يبقى بلدي المسؤال ها اعدم اصبحت اتنا سنة عندي البريس made by Parse ست شهور سنة تلات سنين تلاتة اواربين سببع واربين либо تمانية واربين عند خمس سنين خمسين سنطيل عند ثمان سنين اتنين وخمسين سنطيل 써s xD في ٥ سن Love اللي هو البرامتر بتاع العديد. جبناها ازاي? الوية عند البيرث تلاتة كيلو جرام. الهيط عند البيرث خمسين سنتي ح guar 체� 거ضعه خمسين سنتي حprodu نحarı المخمسة اللاع事 في الخمسة اللاعاتين اخبرنا ان اقصى ان البيريك من المكسمن خلال السنة الاولنية من الايف عرفنا بعد كده قرس صندوق ال Anni 35 سنتي. عند خمس سنين خمسين سنتي. عن خمس سنة خمسة وخمسين سنتي. على الشهور سنة ثلاث سنين. ست شهور سنة ثلاث سنين. تلاتة واربين سبع عربين تمانية واربين. بعد كده عرفني خمسة عند عند خمس سنين خمسين سنتي. عندما سنين وخمسين سنين عند خمس شهر سنين خمس وخمسين سنتي. استحالها تنساها لو انت سامعها قبل الامتحان ضايركت. استحالها تنساها. طيب خلصنا نخش فيه على كده على حاجة تانية اسمها الانتيروف موتانيل اللي هي حمال الحل الحتة اللي تبقى قدامكم اللي انا عارفينها طبعا الفتحة اللي بتبقى قدام دي الانتيoreefehontainel دي اول ما التفل يتوليب بے ببقى ثلاثة تبقى بطول صابع من اياظة كده تحطهم عليها كده بتبقى ثلاثة ينتبット. اللي هي الايه اللي هي الانتيorefehontainel بعضها عند ستة شهور بتبقى ثنين فنجرباس عند سنة بتبقى ون فنجرباس عند سنة ونص بتقفل. مهم جدا تعرف الرقمين دول ان هي اول ما بتفل بيتوليب ببقى ثلاثة ينتبه بعد قام بتقفل عند سنة ونص يا باشا. يمسك فيه مهمة جدا. تقفل عند كام? تقفل عند سنة ونص يا ريس. طيب الكولوجر بيبقى من الطبيعي يعني او لو انت تتكلم في المدى الطبيعي بتاع الكولوجر بتاع الفونتونيل ستة لايق اربعة وعشرين شهر. طيب البرماتيور كولوجر قبل ستة شهور. بوست متش او ديليت كولوجر شوية ده بعد كام? بعد سنتين. ده كده الانتيريور فونتونيل بيقفل عند كام يا ريس عند سنة ونص. تعالي طيب بعد كده عندي الأسنان الطفل بيسنن ازاي. عندي انا حجتما من الأسنان فيش يسمى الاسنان اللابنية فيش يسمى البرمنان او الاسنان الدائمة عدد. نتكلم على الأسنان اللابنية الاول اللي حوالي كان م OK سنة. Gonna Αقول لك أرقام تحفظها الاول اساسية. اول حاجة عند سنة وسنتين. عند سنة الفيارسطة مولار. عند سنتين الساكاند مولار. ماشي عن سنة كامTHI سنة دولف الملك اتيس. طيب خلينا نشوف القضاءً على ذراكة دولف الملك مولر والو رو عندك يا عما محمود. الفيرس تمولر في البيرمان تايث عن ست سنين. ضعفها اتناشر سنة Dedemollor. يبقى في الملك نجتيسة عند سنة. والساغندمولر ضعفها عند سنتين. في الإظلاق عن ست سنين والساغندنولر ضعفها عند اتناشر سنة. مش تنسوهم عمرك استحق لها. تعالي بعد كده بقى عند في ملكنجتيس. هاخد شو بقى من جوة البر كده. عندك بعد كده. بين والقنين يبقى ستة شهور. تسع شهور اتناشر تمنتاشر اربعة وعشرين. طب قلنا ست سنين ده بقى كنزل سبعة سنين بقى. والقنين. عشرة وحداشر سنة. الاكنتبري مولر. فيلست بري مولر والسكن بري مولر. يقول لك العالة تيفنج. إدو انفنت عدى سنة من غير ما يطلع له ولا سنة. ده اسمه اعتني الكلام عالة تيفنج تاني. في الملكنجتيس في البرمنانتتيس. الاسنان اللابانية والاسنان الدائمة. عشرين سنة وثلاثن وثلاثين سنة تحفظ ارقامهم كويس. الفلس تيفنجتيس عند كامкон سنة. السكن بري عند سنتين. الفلس تيفنجتيس عند كامкон ستة اتنيين. السكن دمولة عندك مشهر سنة. الحاجة دي اساسيات حفزناها. بعد كده تعالي لي بقى كده من فوق لي ايه. من فوق لتحت. اللي هو اللي حالي مولود ده. ست شهور تسع سنين. القنانة عنانا عمونا شهر شهر. تعالي لي بقى قلنا ست شهور ايه مولا. السبع سنين آآ أقضي ست سنين مولا. بعد كده سبع سنين. تمان سنين. تسع سنين القنانة اللي احنا قلناهم فوق الخلاص العاديين. تمام كده. بعد كده الفيرست بري مولر والسكند بري مولر عشرة واحد واشر سنة. وانا عشر سنة السكند مولر خلاص. انت لما طفل يتأخر سنة عن التسنين. خلصنا كده وساعة طريقة سهلة. وهم رقمين حفظناهم. ماشا كده. خلش بعد كده على حاجات تانية بقى. حاجة اسمها المد ارم سلكم فرانس بقى كده بقيس حجم الدراع. عارف انت لما كنت بصاحبك كده عايز تشوفه انت بتروح الجيم وهو لا مثلا ولا هو كده. بتعمل ايه بتيجي ده على المد ارم وتشوف ايه حجم. ايدك قد ايه. او الحجم بتاع الدراع قد ايه. الطبيعي يبقى تلاتاشر ونص صمتي. عند سنة الخمس سنين. رقم ده مهم جدا لاتم تحفظه صم. تلاتاشر ونص صمتي. رقم تلاتاشر ده نحفظه. تلاتاشر ونص صمتي عند من سنة الخمس سنين. ده المد ارم سير كنفرانس. لو متناشر ونص تلاتاشر ونص يبقى مال دو مال نوترشن. دي المد ارم سير كنفرانس نورمال كام تلاتاشر ونص صمتي عند من سنة الخمس سنين. طب السكين فولد سيكنيس بتيجي كده عند الترايسبس وتمسك فولد كده. تمسك ايه تمسك كأنك بتقرس الطفل ما عند منطقة الترايسبس. وبتشوف السكين فولد سيكنيس دي بقول لك هوي اتيزيوز بيسبشها الكاليبر في المد ترايسبس ريجون. مهمة جدا انتعرف ان هي تلاتاشر ميلي عند سنة. يبقى المد ارم سير كنفرانس تبقى كام تلاتاشر ونص صمتي. سكين فولد سيكنيس تلاتاشر ميلي عند سنة. يوزو طبعا مشوف الاندر نفس الكلام. بقى كده هيسمى الاسبان للهايت. يعني ايه اسبان? اسبان لو انت قايف على رجل واحدة كده وفرق تديك الاتنين. الاسبان ده اللي هو من عند الفينجر تيب بتاع ايدك اليمين لحد الفينجر تيب بتاع ايدك الشمال. ده الاسبان والهايت طبعا من فوق تحت احنا عارفينه. الاسبان تو هيت, اسبان اسمجرد من الفينجر تيب اهو لحد الفينجر تيب. بيبقى اكون الهايت عند كام عند دربة على خمس سنين. لو قال لي من كده يبقى بيبقى أكوىtime. الاسبان قد Sharp 9 ble com s k into ap. سوال في كل الامتحانات. الاسبان و الهايت. بيبقى اكوى له بعد عند كام عند دربة على خمس سنين. البقى كده تعالى специال الا Richtnew Bob's lower segment over segment. ده من عند فين? من عند من عند رأسك كده لحد من عند البيوبس لحد الكرون. من عند رأسك لحد منطقة البيوبس لحد الارض. يعني. نورمال يبقى كما عند البرس واحد وصرعة من عشر الواحد. عند ثلاث سنين مت واحد ثلاثة من عشر الواحد. ثلاثة سنين فيها رقم ثلاثة هو. واحد ثلاثة من عشر الواحد. اطول خلي بالك. بيبقى بعض امتى عند سبع سنين? ده سؤال الامس كيف اللي بيحصل هنا? يبقى. اللي سبال اللي هيتقض بعض عن رابع لخمس سنين. قبر سجمين تقض بعض عند كام عند سبع سنين? مهم جدا تحفظ الحتة دي. خفزتها انت كده يعني. مت قرم سركن فرنس تلاتة شر ونص ميلي. تلاتة شر ونص سنتي. سكين فلو سكنيس تلاتة شر ميلي. ازبال اللي هيتقض بعض عند اربع لخمس سنين. اوبر سجمين تقض بعض عند سبع سنين. اخر حاجة في الحاجات بتاعة الجروس برامتالز هي البون ايج. البون ايج عشان عارف البون ايج بقى دي بجيب اكس راي. واعملها اه على ايد الطفل. واشوف الكربال بون. بشترع بعملها عند laincollرة تعالشوف ال اتةةةة بتاع الطفلة ازاي? bildeteةة بتاع الطفل عن طريق ال نمبر افذكربالبونز. يقول لك ان اول تظهر في اول ستة الشهور من الايف. الكاربولوني الاؤليا في كام? فاول ستة الشهور من الايف. بعد كده بتظهر واحدة. وبعد كده التانية فى الستة شهور. يعني فاول سنة 됐ة아트نين كاربول بونز. وبعد كده كل سنة. فهمتل كده؟. فاول سنة كاملةkal 12 شهر الاولانيين. واحدة في في ستة وشهور الأولانية والتانية في ستة وشهور الثانية. وبعد كده في كرب البون كل كام. كرب البون كل سنة بتظهر عند الطفل ده. طيب بيقول لك ان اللور اندو في الفيمر والقبر اندو في التبية قبير عند البيرث. ومن ثم تنتل ايه؟ الركبة كده. في عند الكام عند البيرث. مش مهم اول نقطة دي. نعرف ان يحصل في الهايبوثيروديزم والهايبوبيتيوتيريزم في نقص السيوريد هرمون ونقص الجروث هرمون. دي انو ليه هرمات انو هو اساس. طيب لو قال لك كده تعرف الكرب البون ايج ازاي. باشوف عدد الكرب البون وبطرح منها واحد. الكرب البون زون نقص واحد. في صورة انا جابها لك كده. كي عندك اتنين ايه؟ بيقول لك ان الاكس ري ده شايف وان يير اولد انفنت. ليه وان يير عشان في كرب البون زون. اتنين نقص واحد واحد. يبقى ده عمره كام? عمره واحد. عمره سنة يعني. كده حتى الان خلصنا الجروث برامدرس. تعال كده بنغرب ايفل الكتاب وايفل الداتا. وانت حاول تسمع معاك كده. قلنا اول حاجة الويت. هو المستر ايه ده بقى البرامدر ليه الجروث. عند البيرس كام تلات كيلو جرام. بحضو ضعف عند كام? عند اربع شهور. مش تمساه عمرك. وعرفنا المعادلتين بتاعت الويت. خلصنا الويت. بعد كده يخش على الهيط. الفرق من اللنس والهيط. اللنس بنعمله في الطفل قليل من سنتين. الطفل لما يكبر وهشتد ساعده وكده. بنبدأ نعمله الهيط. بعد سنتين. عشان ما تنساهاش. اللنس بنعمله في في الصبين في السماء. الصبين في السماء. الطفل بس استنونام الحاجة اسمها الصبين في اللنس. قلنا اللنس اطول مراهي بنص صنطي ليه? عشان لما الطفل بيحصل كنتراكشل للمسل. خلصت. الهيط عند البيرس كام? خمسين صنطي. بيتضعف عند كام? عند اربع سنين. وارفنا المعادلة. المعادلة مهمة جدا تحفظها عشان بتيجي في المسائل. قلنا الهيط تلاتة كيلو جرام. الهيط خمسين صنطي. الهيط بيضايف عند اربع شهور. الهيط بيضايف عند اربع سنين. اسألت الامشي كلها? انت عرفتها دلوقتي. تعال نخش على الهيط في الكنفرانس بتاع البرينجروث. عند البرث خمسة تلاتين صنطي. وارفنا التلاتة والخمسة نحطهم على بعض يبقى خمسة تلاتين صنطي. طيب عند خمس سنين خمسين صنطي. عند خمسة سنة خمسة وخمسين صنطي. طيب قلنا تلاتة واربعين سبعة واربعين تمانية واربعين. ستة وشهور سنة ثلاث سنين. ايغني بعد كده? اه ثمانة سنين اتنين وخمسين صنطي. مهم جدا تعرف ان الماكسمان جروز بتاع في اول سنة بس من اللايف. بعد كده اه الريمينج اه لايف بقى تبقى حوالي تمانية سنتي بس في بقية الايه? في بقية الحياة يعني. عاكا الكلام على الانتيروفونتانيل. قلنا الانتيروفونتانيل اثناء البيلس بيقفل عند سنة ونص. خلصت. خلصت على كده على التيكينج. قلنا البيلكنج تيس عشرين سنة والبرمان تيس اتنين وتلاتين سنة. قلنا الفلسط مولر بلزم عند كم? صح سنة. والسكندور عن سنتين. في الفلسط مولر عند برافو ست سنين. والسكندور برافو عن نشر سنة. بعد كده كلمة بقى كده بقى سنترال انسيس والاترال انسيس والقنان في الملكن جديد. بعد كده نزلنا تحت برضو سنترال انسيس والقنان عند عشر سنين. سكند بري مولر عند كام? عند احتشار سنة. ده الزيادة يعني. انت تقولها عند الطفل ده ان هو اتاخر تسنينه لما اتاخر سنة من غير ولا سنة. سنة من غير ولا سنة. اصدق من نظبوط انفع فيها. خش بعد كده على الحاجة اسمها المد ارم سير كنفرانس. مد ارم سير كنفرانس يبقى هل هي بنشوف ايه? بنشوف حجم الفور ارم. لو هي حاجم المد ارم يشوف كام? بحوالية تلاتتاشر ونص سنتر. برافو. اتناشر ونص تلاتاشر ونص يبقى ده. اقل باتناشر ونص يبقى سيفير. عرفنا ان هي كام تلات تلاتتاشر ملي. خركز تلاتتاشر ملي. عرفنا بعد كده الاسبال للهيط. بيبقى قد بعض عند ربع لخمس سنين. عرفنا بعد كده الابر سيجمينت للوار سيجمينت بيبقى قد بعض عند سبع سنين. كل الكلام ده والله كلها حاجات ام سيكيو. البون ايج عرفنا ان نعمله ازاي بعمل اكسر ايه للرس بتاع الطفل واشوف العدد بتاع الكربالبون. اعطلح الكربالبون دي ناقص واحد. عرفت البون ايج. خلصنا كده اللي احنا مفيش حاجة صعبة. تعالى بعد كده الحاجة اسمها الجروس تشورت. فيه كده دي مجموية كيرفات بنستخدمها عشان اه نتعرف على ايه على النمو بتاع الطفل ده هل هو كويس ولا مش كويس. اول تشورت هنعرفه اول كيرف هنعرف حاجة اسمها ديستانس كيرف. اه ديستانس كيرف ده بعمل ايه ديستانس كيرف ده بجيب اهو احنا شفنا الاولانية خلصة اللي هو على الشمال ده. بجيب اجي الكيرف هو بحط واحد من الكيرف عليه الجروس برامتس او الويد او والتاني بحط عليه واشوف التطور بتاع الطفل او مدى النمو بتاع الطفل ده. ده اسمه ديستانس كيرف. وده مش مهمة اوي. المهمة بقى حاجة اسمها الفيلوستي كيرف. الفيلوستي كيرف ده بيكون من ثلاثة. ده وعدة احنا احنا نحط في واحدة التطور بتاع الطفل كل سنة. وان احنا التانية بحط الاج. بيدي لي ثلاث تشورتس كده او ثلاث علامات يعني. او طرished. اول حاجة اسمها الانفنتايل جروسس بيرد وده اللي علمتك عليه دلوقتي بالإيه. اسمه الانفنتايل جروسس بيرد trade ilanf exem è ذا اللي علمتك عليه دلوقتي هو بالسهم. اسمه الانفنتايل جروسس بيرد. ده بيحصل في اول سنة من الهاية. ده هو الطفل ينمو الانفنتايل نمو觉得 games which is exceedingly long. اطلب الانفنتايل جروسس بيرد. اتاني حاجة اسمها اهي حاجة اسمها الميد is birth. الميد grosses birth. الميد grosses birth ده بيحصل امتى? من ستة لتمان سنين. الان ما انتقل في النصة على ما هي علامة دلوقتي. بيحصل من ستة لتمان سنين. بيحصل بسبب ايه الميد grosses birth ده? بسبب ده بيحصل ايه? بيحصل اصلا في ايه? بيحصل في الهيط اكتر من نورمل. مش عايزين اعرفها دي قوي. اهم محنوطة بقى في الميد grosses birth انه يحصل بسبب الادرينا الادرينا اللي اعلمك عليها هو حالا. الميد grosses birth اللي في نصة بتحصل بسبب في الادرينا الاندروجين الادرينا الاندروجين ادرينارك ميد grosses birth. ادرينا الاندروجين ادرينارك. تمام كيافة الانستة لتمان سنين. اكتر في الميلز. بعد كده حاجة اسمها ده بتاع بقى التطور البلوغي بتاع الطفل. بيظهر كيام من 10 للحصف اللي سنة في ومنصر عشرة سنين في الفيميلز. دي المنطقة الاخيرة بيستمر من ساعتين لتلات سنين تقريبا. وانكريز في الهايت بي تسعة وسبين سنتي كل سنة. دي مهمة جدا جاتلنا في الامساكيو اصلا. انكريز في الهايت بتاع الالوصنس بيرت كام تسعة وسبين سنتي كل سنة. ونعرف النوع بسبب انكريز في الجناد الاندرجوني اللي هو الجنادارك. يبقى فيه عند الانفنطايل اهو علمناك عليه برضو عشان السهم يبقى لك. فيه تلاتة فيه عندك فيه كريفين دلوقتي يقولنا. بحاجة اسمها وده عادي كدا. بحاجة اسمها الفيلوشتي كيرف. الفيلوشتي كيرف ده فيه تلاتة سبيرتس. الفنطايل ده 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 من ستة لثمان سنينة. بيحصل في الأدرينا الاندرجين. تمام جدا. اكتر في الميلز يعني. اللي هو تطور البلوغي. من عشرة سنة في في الميلز ومن تسال عشرة سنين في الفيميلز. بيستمر من سنتين لتلات سنين. وبيسيد الطفل ويزيد كم سنطي بقى في الكل سنة. تسعة وسبعين سنطي كل سنة. بعد كده بتحصل بساب انكريز في الجناد الاندرجين الجونا دارك. ميت كروسس بيرت ادري نارك. او سانس بروسس بيرت الجونا دارك. ده السؤال اللي بيجو في الحتة دي. تعاليا بعد كده الحاجة اسمها البرشنطايل كيرفز وده السؤال الاساسي اللي بيجي في امتحانات العملي. وهيجي لكو في الاسبوتس. واقول لك السؤال اللي احنا اللي كان عندنا في الاسبوتس هقولك بالتفصيل. بهم جدا تعرف البرشنطايل كيرفز دي. ولو بيجي دكتور اطفال طبعا احنا مش شدع من طبعا دي حاجة اساسية طبعا لكل دكتور اطفال. البرشنطايل كيرفز دي. ده شكل ايه? ده شكل الكيرف. كلنا شوفناه طبعا. البرشنطايل الكيرف ده عبارة عن الكيرف اللي احنا شايفين قدامنا ده. عندي الكيرف ده لو جيت توصح للاحية اليمين كده. بيبدأ من عند السرد برسنتايل لحد السبعة وتسعين برسنتايل. من السرد تحت خالص. اخر سطر اسم السرد برسنتايل. اول خط اسم السبعة وتسعين برسنتايل. طيب. لو جيت تفهم كده الكيرف فيه يتطلق في النص كده خمسين وخمسة وعشرين وحاجات كده. ايه? لو جيتنا نستفسر مسلا على سبيل المثال يعني ايه? الخمسين سنتايل ده. الخمسين سنتايل ده معناها ان خمسين في المية من الاطفال ايه? الخمسين في المية وفي النورمال اقل وخمسين في المية وفي النورمال فوق الفاليو دي. فهمتني? يعني خمسين في المية يعني كل ده في النورمال. الخمسين سنتايل ده معناها ان خمسين في المية من الاطفال الطبيعيين تحت الفاليو دي. وخمسين في المية من الاطفال الطبيعيين فوق الفاليو دي. عكيد فهمتني. عشان تفاهمني اكتر تعالين فهم معنا ايه الج他們 25% معنا يا الذي 25% من الأطفال الطبيعيين similar أو أقل منه وقوي والخمس سبعين في المية.. أتهل من الطفل ده خمس سبعين في المية.. خمس سبعين في المية.. 25% في المية ورسم في النورمل كل قليえ الآن هو في النورمل برده 25% ده조 ثلثة في النورمل معنا万毯 25% في الأطفال أدوا في الأطفال ده similar or less than ten-hem وعند 55% أتقل منه وسأيحنا بنغتzkابART الذي هو لكنه هو الطفل يعني 25% ده هو طفل عند الخمسة وعشرين برسنتايل. معناه ان خمسة وعشرين في المية من الاطفال زي الطفل ده والاطفال في الاطفال الطبيعيين زي الطفل ده واعلي منه. وخمسة وعشرين من الاطفال الطبيعيين خمسة مية في المية من الاطفال الطبيعيين اتعل من الطفل ده. مش هتفهمني اكتر تعالى ان نكمل. طيب. بقول لك ان الوليات الوليات البقى الكيرفي بتاع الطفل اللي انت بتحاول تقسل الجلوس بتاعه عند الخمسة وعشرين. او العشر او التلاتة ده اسمه ايه? هو في الطبيعي ولكن قرب يخش عراهятся اسمه خمسة وعشرين يعشر؟ اسمه هومو Lean Normal. طيب لقيته عند الخمسة سبعين تسعين او سبعة وثيين سنتيل اسما مم estouhington اقل من تلاتة ده ابنورمل. ده سؤال امسوكين مهم. اكتر من سبعة وتسعين ده اردو بنارمل zoo ابنورمل هي. يبقى مثلا كير... بتعرف ان هم من سبعة وتسعين لحد التلاتة. فوق السبعة وتسعين ابنرمل هاي. اقل من تلاتة ابنرمل له. واللي في النص ده كله طبيعي. كنا انت فهمتيني بشكل عام. الكلام اللي جواه ده انا اعملوش اي لازمة او مش مهمة قوي انك تفهمه دلوقتي. بس المهم تعرف ان خمسة وعشرين وعشرة وتراتة دوله اللي هو نرمل. خمسة وسبعين تسعين وسبعة وتسعين دول هاي نرمل. ده اسمه البرسنتيل كيرفي. اهمية بقى اهمية كلهم. ايه وده سؤال بيجيب كل الامتحانات تقريبا. الريتن. كل الامتحانات الريتن جلنا السؤال ده. احنا جلنا السؤال ده في الاسباطس. وفي الفاينال. البريفينتيف والدياجنوستيك والسيرابيوتك. نبدأ بالبريفينتيف الاول. اول حاجة البريفينتيف معناه ايه? لما تبص على الكيرفي بتاع الطفل الاول ما اطلعت حاجة غريبة. هتعرف ان الطفل عنده ديزيز. تبدأ تدور على سبب الديزيز ده ايه? بقول لك ايه? تقدر تتعرف على اي 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 ابنرمالتي في الجلوس بتاع الطفل بدري. وبالتالي تبدأ تتعامل معها ايه? بشكل كويس. دي البريفينتيف. تالي حاجة اسمه الدياجنوستيك. بتشخص من خلال الامراض. ازاي? بقول لك ان الدياجنوز الجلوس اول حاجة لو في اي مشكلة في الويت مسلا زي مميزة ايه? زي المرازمس والكواش والاندر ويت والاوبستي والكلام ده كله بنشخصها عن طريق الكيرفات دي. بقى بص على الكيرفي بتاع الهيط. ولو ايدفق اي مشكلة ممكن تبقى او ببص على الكيرفي بتاع الهيتسور كنفرانس ممكن تبقى ماكرو كيفلي او المكرو كيفلي. كل ده بقى شخصها عن طريق الكيرفات دي خصوصا البرسنتيك. اخيرا البروغنوستيك بقى ببدأ اشوف من خلال الكيرفي ده لو الطفل مسلا عمده المرض وانا بقى ديله ببدأ اشوف من خلال الكيرفي ده هل بتاعه ده فعال ولا لأ? في حالة بعالك عن طريق الهرمونات سواء مسلا الايه السيرويد او او الجلوث هرمونا او الكلام ده كله ببدأ اشوف هل بتاعه ده فعال ولا لأ عن طريق الكيرفات دي. فولو قابل مسلا عنده مشكلة عنده مسلا الكواشوركولة او المرازمس والكيرفي بتاعه مسلا بتاع الويت بتاعه تحت السيردسنتير. وانا بدأ هتديله بتاعه يعلى يبقى فوق السيردسنتير معنا كلام بتاعه فعال وانا حققت لايه? الهدف بتاع الجلوث كيرفيز دي. تالت حاجة بشوف بتاع الميديكيشن نيجي بقى الحتة مهمة جدا واللي قاتلنا في الامتحان بتاع الاسبوتس دي يعني ايه كاتش اف جروس اصلا? الكاتش اف جروس دي من اسمها معناها التحاق. التحاق. يعني الطفل كان مش تحت النورمل تحت السيردسنتير. بدأت ادي له علاج بدأت ادي له اكثر. بدأت ادي له عملت له كل اللي لازم بدأ الطفل يعلى عن السيردسنتير ويخش في الزون النورمل بتاعه الاطفال اللي هو من السيردل حتى السبعة وتسيين. مع كلا ان الطفل دخل ايه? التحق بالركب بتاعه. التحق بالناس اللي زيه في النورمل يعني. دي سمع الكاتش اف جروس. يعني ايه كاتش اف جروس باعي عبد محمود هي اكسيريتد او اكسيريتد الجروس. فولونج بيريد اوف جروس. بسبب انفكشن او من كلمة التحق. طفل مش طبيعي. التحق بالاطفال الطبيعيين اللي زيه. كلا انت فهمتين. يعني ايه كلها. دي اجنوستيك برضه وعنطي لي انه هو سواء او سواء او سواء في الويت او الهايت او او كل الكلام ده. الالتريكيمنت بتاعي. وارفنا عنيه كاتش اف جروس وهذا السورة بتاعت الكاتش اف جروس. اهو كان تحت اهو. فجأة رجع تاني شفت خط سواء او الغامق او ده. كان الطفل تحت وفجأة رجع تاني للطبيعي بتاعه. دي اسمه بتاعت الكروس كيفس. كلا خلصنا الكيرفات. عرفنا او خلصنا الكروسات الاساسية. عرفنا اللي هو العادي. اول حاجة اللي هو الماكسيمام فيلوستي ايلايف. عرفنا الله بسبب الادرين اندرجن او الادرينورك. الاول فانس يعني 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 بدأ الطفل يبلغ. عن طريق الجنادز وعطاء التناسلية بحاجة اسمها الجناد الاندرجن والجنادارك. بيزيد كام بساو سبين سنتي في السنة. كل سنة. عرفنا بعد كده حاجة اسمها البرسنتيل كيرف من الكيرف من سبعة وتسعيل لحد سير ده برسنتيل. وكل اللي بينهم ده نورمل. فوق السبعة وتسعين ابنورمال هاي. تحت السبعة وتسعين ابنورمال لو. ده الاساسي. الاساسي. بتاعتها ايه؟ بريفنتيب للتريتمين وتبدأ تتكلم عنهم وتحفظ. وحاول تكتب تحفظ الاساسي وتكتب اللي انت الكامل تحته ده من دماغك يعني. سهل. قريفنا كاتش عاب جولوس اللي تيجي في في امتحانات الاسبوتس. كان جال هناك كيرف كده وكان الكيرف كان الطفلة كان الطفلة تحت السير دي سنتيل. وفجأة خدت تريتمين ورجع تاني للايه؟ ليه الرينج النورمال تاني. دي اسمها كاتش او كان السؤال ايه بقى؟ اسم الزاهرة دي او الفنوما دي ايه؟ وكان عايز التعريف بتاعها. خلصنا الحتة دي. باخر حاجة بقى كان سؤال انتحان جالنا بردوش انتحان الريتم بتاع الفين البقى. وكان عايز الاجابة وكان عايز الرسمة كمان. اربعة. تشوف الصورة دي. هما كانوا عايزين الصورة دي تحط مع الايه؟ مع الكتابة اللي احنا نكتبها. اول حاجة في عندي معناها ايه؟ معناها انه كل سيستيم بيكبر ازاي في الجسم يعني. اول حاجة الجنرال باترن ده بيقول لك ان اكتريت السيستيم سعير او كاردياك او ديجيستيف او الاكسيربتوري سيستيم كلهم بتتبع السيستيم. بتتبع السيستيم. شايف تحت كلمة الجنرال? اللي هو بتنمو بشكل طبيعي. ما فيهاش اي لغبطة ولا اي لعباكة خالص. اسمها او جنرال باترن. كل معظم السيستيم بتنمو عن طريق الجنرال باترن ده. بقى الاختلال على الغير الورالة بتاع البرين والاسبايل الكورد. البرين والاسبان الكورد بيعمنو ازاي. نقال ان البرين بيمنو اقصى نموه ده خلال اول سنة. بقولك هنا خلال اول ثلاث سنين بقى. يقولك ان البر Biennキarisl bastante. لحد سنة ثلاث سنين. بعد جدا عن سبع سنين بيبقى بلاتو. ما فيش بعد سبع سنين ايlines لبرين خالص. بيقوف خالص عن بسبع سنين بيبقى بلاتو. وان تحفظ افزن يورا جروس. مهمة جدا بتحفظ دي امسكيو. عن سبع سنين. النيورال باترن خلاص كده بيقف. عندي سبع سنين. بكاية اللينفويد باترن ده. اللينفويد باتر ده بيوصل لماكسيمان جروس عند عشرة لاثناشر سنة. عند عشرة لاثناشر سنة. اللينفويد باترن. اخيرا الجينتال باترن باقي رباكتوف سيستم. قلنا الجينتال. معناها الجناتز. معناها ان الطفل يبدأ يبلغ. يبقى يبدأ عند كام? من كام? عشرين لحد واحد وعشرين سنة. يبقى تاني. حفظنا من الاول الاربعة. ده اول حاجة. اللي هو بتاع اكتوريت السيستمز. بقى تاني حاجة بتاع بقى تاني حاجة بتاع البرينو السين ايس. ان يورا باترن ده. طبعا بيزيد في القروز بتاول حد سنة ثلاث سنين. عند سبع سنين بيبقى بلته. خلاص يقف بقى. عند سبع سنين. تلات حاجة اللي منفويد باترن. الماكسيمان عند عشرة لاثناشر سنة. الجينتال والجونتزو. الكلام ده كله بيبدأ عند عشرة لاثناشر سنة. ويوصل الماكسيمان بتاعه عند كام? عند واحد وعشرين لاثنين وعشرين سنة. او عند عشرين لحد واحد وعشرين سنة. عند كام من عشرين لحد واحد وعشرين سنة. كده احنا خلصنا حتى الان ده كده كل الجروس. قبل من نخش على الديفولومنت بقى تعالى ما راجع لك بسرعة كده اللي احنا قلناه. اول حاجة كلمنا عن تعريف فيه عن ايه الجروس وعن ايه الجروس ده اللي هو التطور الظاهري او النمو الظاهري بتاع الطفل سواء الويت والهيط والكلام ده كله. وعرفنا الديفولومنت اللي هو النمو الداخلي بتاع الطفل. بقى كان الكلمنا على شوية حاجات اه حاجات اللي يعني ايه الطفل وعني ايه الطفل وعني ايه الطفل واحد после定قا على الامبيري والفيتس والحاجات دي كل bathroom. على المهم بعد كده اول حاجة كلمنا عن الويت وعرفنا عن الطفل عند عم ثلاثة ك 눌러فة Brew يضاعف الوزن بتاعه عند حوالي كامة عند اربع شهور. وارفنا ان الويد ده اهم برامتر لكل البرامتر زيادة الجروف. اكد دخلنا على الهيط. رفنا ان الهيط غير اللينف. اللينف ده الطفل هو ناين في الصباح قبل سنتين. والهيط بعد سنتين. وارفنا ان اللينف دايما اطفل من الهيط بنصف سنتي عشان بتاع المصر زياد طفل واقف. وقع كده الهيط عن طفل بيبقى كام بروف خمسين سنتي. ويضعف عند اربع سنين. كده وقع كده على بتاع ده. عند البرس بحوالي وتلاتين سنتي. وارفنا من الارقام الباقية بان اكلنها ازاي? بيبدأ كام? ده بيبقى تلاتة عند البرس. وبيضاعف وقصد بيتافل خالص عند سنة ونص. حارفنا باكده كده. ملك نجتيز حوالي عشرين سنة وبرما نجتيز حوالي اتنون وتراتين سنة. عن سنة عند سنتين. عن ست سنين. عن ست سنين. عند انتناشر سنة. والباقي سهل. قد كده عارفنا بحواليه تلاتاشر ونص صنتي عند اول خمس سنين حوالي تلاتاشر ميلي عند السنة الاولينية. امتى اللي زماني بيقعد عند اربعة لخمس سنين. امتى عند سبع سنين. البون ايج بقسها عن طريق كاربل بونز. بشوفها ازاي جوي البون ايج كاربل بون مقس واحد بعرف اطول البون ايج على طول. تمام جدا. بعد كده خلنا نتكلم على الكيرفات. عرفنا اول حاجة اللي ايه? الكيرفات عرفنا اول كيرف اللي هو دستانس كيرف العادي جدا. الفيلوستي كيرف عرفنا اول حاجةcimento، والمادات الجروسيز بيرت والسانسир بيرت والسانسde جروسى سبيرت والمادة الجلوسية. الفنطيل اللي بيحصل بسبب ان كيرس الادرينال اندرجين اللي هو另外救ناده الرق. كلام صيح جدا. بعد كدهيا اتكلمنا علي البلسانيات الكيرف اللي هو من 97 ل 3 وكل فنوطة ده بينرمال بتاعناchools a privative diagnostic wandering organic اكتب دول الاول وبعد نكتب تحتهم اللي انت عايزه. في امتحال الضباط ساكن جالينا السؤال ده واحنا كتبنوهم بشكل ايه? اه كتبنوهم بشكل عناوين كده بس واخدنا الدرجة ما تقلقوش يعني. بس طبعهم لو في الريتن وانت معاك وقت اكتب كل الكلام اللي تحتهم ده حتى لو باسلوبك. ريفنا بعد كده حاجة اسمها الكاتش اوب جروز. الكاتش اوب جروز ده عبارة ايه? طفل كان تحت وبعد كده اشتغل على نفسه او الدكتور اشتغل عليه يعني وبدأ يطلع فوق ويلتحق بالاطفال اللي زيه. الخير عرفنا ده ده بتاع الجروز. وده اللي اجلنا في الامتحان احنا بقى بتاعنا. اه اجلنا الجنور بتاعنا نموها اربعة بترن. اول حاجة بتاع كل ده طبيعي جدا. بكده بحاجة اسمها اللي هو الطفل بيبدأ ينمو بتاعه. اه بيزيج جدا عند حد سنة ثلاث سنين. بقى كده عند سنة سبعة سنين بيقف بقى. بقى جاي اللي مفوية باترنة ده المكسما عند عشر الى اتناشهر سنة. بقى كده اخيرا خلاص دخلنا حاجة مهمة جدا اسمها الجنورة الباترنة بيبدأ عند عشر الى اتناشهر سنة وبيبقى ويوصل مكسما عند عشرين الواحد وعشرين سنة. كده يبقى الحمد لله خلصنا الكروز وان شاء الله انخش على دلوقتي.